الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء البركة ما وضعت في قليل إلا وكثر وما وضعت في كثير إلا ونفع لأنه قد يكثر الشيء ويضر قد يكثر المال ويأتي الولد وينقلب على العبد لكن إذا ما حلت البركة انتفع العبد بما أعطاه الله إياه في الدنيا وفي الآخرة ولذلك سيدنا أنس لما أتت أمه به للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه وليدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وفقط لا وبارك له فيما أعطيت بارك له في هذا المال والولد حتى ينتفع بهم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت لأن البركة تزيد الشيء ولو كان قليلا ولذلك أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورأوا منه كيف تكون قيمة البركة في بعض الأسفار كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني طال بهم الصفر فقل الماء لم يجدوا الماء للوضوء حتى الشرب الماء للشرب قليل فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يعلمهم قيمة البركة فقال أتوني بفضلة من ماء قليل من الماء ووضع فيه يده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال حي على الطهور المبارك ومن أين البركة يا رسول الله قال والبركة من الله قال ابن مسعود رأو الحديث والحديث صحيح فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي البركة كيف نستجلبها لأنفسنا أن نسير كما أراد الله أن نفعل ما يحب فيعطينا ما نحب قال تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا أردنا أن تحل علينا بركات الله يجب أن نكون من الذاكرين والمستغفرين في أحد الأيام الإمام الحسن البصري يجلس في وسط طلبة العلم ومن معه فأقبل سائل قال يا إمام أمسكت السماء فلم ينزل المطر وجفت الأرض ماذا نفعل؟ قال استغفر الله فيدخل ثاني وهو جالس ومع أصحابه يا إمام خل المال ماذا أفعل؟ قال استغفر الله فيدخل الثالث يا إمام أريد الولد أريد تلك النعمة من الله ماذا أفعل؟ قال استغفر الله فتحجب الحاضرون الأسئلة متعددة والجواب واحد نعم بيّن لهم أن بالاستغفار تحل البركات قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا من أراد البركة من الله يجب أن يبتعد عن الغش والمقر والخداع كما نرى في كثير من صور البيوع البعض يتعجل للمكسب السريع وما علم أنه بهذا يجعل هذا المكسب عليه لا له تنزع منه البركة ويحاسب عليه في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بوئرك لهما في بيعهما وإن كتما نحق بركة بيعهما لمن أراد أن يستزيد من البركات فليترك الجشع والحرص على الدنيا كأنه ما خلق إلا من أجلها حيث يقول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام يا حكيم إن هذا المال حلوة خطرة فمن أخذه بسخاوة نفس برك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وصارك الذي يأكل ولا يشبع فاللهم بارك لنا في دنيانا وفي آخرتنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين